طب خلينا الاول ايه نقول ايه نظرية الشباب والبنات يعني انا بشوف مثلا الراجل يقولك ايه انا عايز واحدة حلوة جدا انا عايز واحدة جسمها حلوة ملفتة دمها خفيف عايز واحدة روحها حلوة عايز واحدة بنت ناس جدا ابوها فلان ومامتها فلانة وعليتها فلان انا عايز انا عايز انا عايز وفي الاخر دايما بسمع الجملة السبتة انا عايز واحدة عادها في البيت تصن دي يعني تخلف وتقعد في البيت يشوف كل الصفات اللي قالها حلوة وجميلة وعيلة وفي الآخر تقعد في البيت وتربي الولادي كويس وكل حي مع أن المواصفات دي مش ماشية مع بعض وتيجي البنت بقى ناحت تاني تقولك أنا عايزة ولد وسيم أنا عايزة يكون بيبقى في الجم وعضلات وطويل وعريض ومعها عربية كويسة وجايب لي بيت كبير وعايزة 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 لكن أنا ما شفتش بنت تقول إيه أنا عايزة راجل مسؤول يمكن هم عشان ما جربوش يعني مسئولية يعني فهل الصفات دي تقدر تختار شريك حي كويس سواء هو أو هي إطلاقا ليه بقى لأن احنا بنبص على الجواز بمنظور التلفزيون والسوشيال ميديا والمسلسلات والأفلام يعني كل اللي انت قلت ده دي حالات حلوة قوي بتحصل بس في الأفلام والمسلسلات لكن على أرض الواقع الجواز لهو كده بالنسبة للراجل ولا هو كده بالنسبة للست فانت من البداية عايز واحدة تصونك فدور في الكاتيجري دي ما هو أنت الجواز أفكار مختلفة هني أفكار مختلفة هتلاقي ست اهتماماتها الأولى هو البيت والولاد والزوج وبعد كده لو بتتعلم مثلا حاجة تحطها حاجة تانية لو بتشتغل تبقى حاجة تالتة هتلاقي ست تانية الترتيب عندها مختلف الأولوية رقم واحد الشغل ثم بعد كده البيت ثم ولادي ثم جوزي رقم أربعة هتلاقي حد تاني جوزي رقم واحد وبقيت الحاجات في الآخر فعشان أنت بمتقعش في الفخ ده محتاج من البداية تبقى فاهم البرتنر بتاعك هو إيه أولوياته في الجواز هو بيتجوز ليه عشان كده دايما إحنا بننصح الناس قبل الجواز يعملوا جلسة اسمها جلسة مفاهيم أو تصحيح مفاهيم يعني إيه جواز بالنسبالي ويعني إيه جواز بالنسبالك يعني إيه حب بالنسبالي يعني إيه حب بالنسبالك يعني إيه تأدير يعني إيه عشرة يعني إيه مسئولية يعني إيه خلفة كل الحاجات دي محتاجين نحط لها مسميات واضحة. فأبقى أنا داخل هتجوز وأنا عارف أنت بتفكر إزاي في كل نقطة فيهم. مش هتفاجأ بقى أصلا أنت ما قلت ليش قبل الجواز. أو أنا كنت داخل بنية مسبقة خافية أن أنا عايز أغيرك فلقيتك مش هتتغيري. فنهد الترابيزة ونهد المعبد. وفي النهاية اللي بتظلم لو فيه أولاد في الستوري دي.